تحية ورتبة وعرض عرض لميليشيات الإنقلاب بل وفي عاصمته إنه في قلب صمعا استعراض لا يفتقر للقوة أو الجرأة بل يضاعف فرصة الحضور للجماعة الوفية لمشروعها وإن جاء على حساب سمعة الوطن وخرابه أكثر من مرة تفتح هذه المشاهد باب الأسئلة على مصراعها عن أهداف عمليات التحالف العربي وإن كانت الصورة للإنقلاب واضحة في ساحاته أو مموهة في معسكرات التدريب فالمؤكد هنا أن التحالف الذي تقوده سعودية فشل في استهداف معاقل للميليشيات فيما تضرب طائراته المدنيين كما حدث مؤخرا في سوق جياش في مدينة صعدة حرب التحالف العربي في اليمن لم تعد تحتمل التصديح عمليات إعادة الشرعية وتخلص اليمن من الإنقلاب لم تعد حاضرة يقول الكثيرون لا يقترب العمل العسكري للتحالف العربي من هذه العروض بل يعززها فالتحالف الذي يسير إلى تقسيم اليمن أوصالا لا يزال يدك بصواريخه المنشآت والجسور والأسواق وما عدا هذا ما من مفعول له في كبه الإنقلابيين بل طعنات سعودية وإماراتية يستشعرها اليمنيون في ظهورهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر